في شبك هاشتاغ لليوم نتحول إلى لبنان ونرصد أبرز ما شغل اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مرسلنا في بيروت محمد الشبار أهلا وسلام بك محمد يعني الهاشتاغ الأول هو رايحين على جهنم وإن شاء الله ما نوصل بسرعة تماما تماما يعني قبل ندين اعتذار رئيس الحكومة السابق إنجاز التعبير مصطفى أديب عن تأليف حكومته سئل رئيس الجمهورية عن السيناريو المطروح في حال تعذر تأليف حكومة أجاب رايحين على جهنم هذه الإجابة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قابلها المغردون بالكثير من الاستنكار بما أن هذا الحديث لا يجب أن يصدر وفق رأيهم عن مسؤول وهو رأس الجمهورية اللبنانية أحد التعليقات كتبها على موقع التويتر تحت هذا الهاشتاغ إلياس حنكش هو نائب سابق قدم استقالته بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب يقول إلياس حنكش كلا فخامة الرئيس لا نريد أن نكون رايحين على جهنم نحن شعب يريد العيش حياة حلوة سهلة بدولة متطورة وعصرية وهذا ما فشلت الطبقة السياسية في تحقيقه ولكن يوجد اليوم جيل جديد واعن نظيف وكله عزيمة لبناء لبنان جديد كلنا حلمنا به في المقابل أيضا في سياق التغريدات التي استنكرت تصريح رئيس الجمهورية هذه التغريدة التي تقول خسرت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها انصرقت كل أموال الناس في المصارف الألاف خسروا وظائفهم شركات كبيرة أفلست 30% من الشعب تحت خط الفقر البطالة وصلت إلى نسبة 30% انفجار دمر نصف العاصمة قوارب هجرة وموت صرق وخطف ورصاص طائش عن أي جهنم تريد أن تأخذنا فخامتك احترقنا وصرنا رمد لكن في المقابل بعض أنصار التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشيل عون دافعوا عن هذا الموقف بوصفه بالنسبة لهم صارح الشعب اللبناني بهذا الموقف وفي هذا الإطار رتيب كنعان يقول فخامت الرئيس عون قال رايحين على جهنم بكل صراحة هو رجل صادق هو رجل صادق وحتى لو قال رايحين على الجنة كانوا قالوا نحن في جهنم منذ زمن والله احترنا طيب محمد ماذا بخصوص ردود الفعل التي أعقبت اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة كيف تراوحت اليوم تماما تماما انتشرت أكثر من هاشتاك منها مصطفى أديب في طبيعة الحال ستعضون أصابعكم ندما للدلالة على أن عدم تأليف حكومة في هذه المرحلة خطوة بالغة الخطورة على لبنان انتشر أيضا هاشتاك المبادرة الفرنسية وأيضا البعض استحضر هاشتاك رايحين على جهنم من هذه التغريدة لمارك مرؤس يقول فيها فشل المبادرة الفرنسية من فشل النظام اللبناني فالنظام اللبناني هو نظام التوافق بين مختلفين أي توافق بين جماعات متميزة وفي العجز عن احتواء التناقضات ينتفي التوافق بين الطوائف ويتعطل النظام حان وقت تطوير النظام ليتنسب مع طبيعة المجتمع والتطلعات المتحولة للجماعات المختلفة العفو العام أيضا يعود إلى الواجهة بعد انتشار فيروس كورونا على ما يبدو في سجن رومية فماذا بخصوص ذلك محمد؟ تماما ندين ملف العفو العام هو ملف قديم شائك جدا في لبنان عاد إلى دائرة الضوء في الأيام الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وهو سجن الأكبر في لبنان لكنه يعاني من اقتضاض كبير أهالي السجناء من مختلف التهم إنجاز التغبير بعضهم إسلاميين لم يتم محاكمتهم والبعض الآخر من تجار المخدرات وغيرهم اعتصموا في أمام السجن وأيضا أمام قصر عين التيني قصر الرئاسة البرلمان للضغط لإقرار هذا القانون لكن في المقابل كان هناك تغريدات انتقدت احتمال إقرار هذا القانون المسموع المقبل في مجلس النواب نبدأ هنا مع محمد عبيد الذي يقول من الضروري الإسراع في تصديق مجلس النواب على قانون العفو فبعض القوى السياسية يحتاج إلى تعزيز شعبويته الطائفية كما أن هناك حاجة لتوظيف الإرهابيين المسجونين في مشروع الفوضى المفترضة لا تتأخروا لطالما كنتم الصباقين في تخريب لبنان في السياق ذاته كتب توني معلوف يريد نبيه بر ووليد جنبلاط وآخرون العفو العام لإبراء أربعين ألف محكوم ماجد وإبراء مجرمين وصارقين ومهربين وقتل وتجار مخدرات ومخالفين سوى كسب أزلام لصالح من كسر الردع بالقصاص ليت الدفاع عن مصالح أربعة ملايين نسمة يكون بنفس الحماس كورونا خطر على الكل وليس فقط على الزعران والتغريدة الأخيرة لنجيب أنطون الذي قال أيضا عن موضوع العفو العام مع أن يصدر فخامة رئيس الجمهورية عفو خاص للأشخاص الذين انتهت فترة حكمهم في السجن من باب الإنسانية ويقطع الطريق أمام قانون العفو العام المفخخ أشكرك جزيلا أشكر على هذه الجولة من بيروت مرسلنا محمد شبارو